طب ما تشرح لنا عن زعتر ده أشرح إيه طيب يعني أكيد أي حاجة بتعملها ليها سبب أو يعني أي حاجة معين إيه ده بقى والله هو الدزاين نفسه عجبني فأقلت طبقه وطلع معايا بالشكل ده عشان فيه مساحة تباين التفاصيل كمان يعني بس هلو قوي على كله بس جميل بعدين تقريباً عملت أغلب دعيمة النادي الأهلي والله أنا شغال في الفريق كله تقريباً من حوالي نصف أربعة لفات بس كان حصل كام دروب كده شغال تمثيل في الكلية على كلية نفسها يعني دراسة كان حصل دروب إننا فيه فترة ما مش معافها فلوس خالص فما قدرتش إن أنا جيب خميات وأشتغل والحمد لله يعني شغال إن شاء الله على بقى الفريق وبحلم إن أنا قبل كابتن الخطيب طبعاً وكابتن سيد وكل اللعيبة كله بحلم إننا يكون ليه اسم في النادي الأهلي عموما حلو يا حلو منك ده يعني أكبنا عن حبك طب للنادي الأهلي هو أنا خرجت لأيت والدي بيحب النادي جداً 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 وشغوف بحاجة اسمها الأهلي وكل ما يشوف كابتن خطيب رئيس جمهورية في نفسه فأنا يعني الحمد لله حبيت النادي الأهلي وما فيش حد ما بحبش النادي الأهلي بصراحة أنا عاشق للكيام بصراحة وبتمنى كون في يوم من الأيام ويليا اسم في النادي الأهلي إن شاء الله صيب ومبدأين أنت النهاردة منور قناة النادي الأهلي ودي خطوة مش وحشة إن شاء الله بإذن الله جماهير النادي الأهلي تم تخيل طبعاً قده أنا محسوب جداً والله أنا مع حضرتك أساساً